بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درسنا لهذا اليوم معرفة طباقات العلماء والرواه ونبدأ بتعريف الطبقة فنقول في تعريفها لغة القوم المتشابهون أما اصطلاحا فتعرف الطبقة على أنها قوم تقارب في السن والإسناد أو في الإسناد فقط المقصود بالتقارب أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقارب شيوخه في السن والإسناد من فوائد معرفة طبقات العلماء والرواه الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية ونحو ذلك لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فنميز بينهما بمعرفة طبقاتهما أيضا من فوائد المعرفة الوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة هل يقصد بها الاتصال أو لا يقصد الاتصال مما ينبغي التنبيه عليه في معرفة الطبقات أنه قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر مثال على ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وشبهه من أصاغر الصحابة فهؤلاء أنس ومن معه من أصاغر الصحابة مع العشرة المبشرين بالجنة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة أما باعتبار آخر وهو السوابق إلى الدخول في الإسلام يكون الصحابة بضعة عشرة طبقة فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة ينبغي للناظر في هذا العلم علم الطبقات أن يكون عارفاً بمواليد الرواه ووفاياتهم ومن رواوا عنه ومن روا عنهم حتى يستطيع التمييز بين الرواه المتشابهين في الإسم والمتفقين في لفظ هذا الإسم من أشهر المصنفات في علم الطبقات كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب طبقات القراء لأبي عمر الداني كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي وكتاب تذكرة الحفاظ للذهب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم